مرحبا بكم في قصة جديدة القصة لهذا النهار هذا وقعت في العربية مدينة اسفي واحد الناس كانوا معروضين الى واحد العرس في العربية ومن يمشى وخلوا البنت ديالام في الضار بوحدها ومن يمشى وقصروا ودوزوا العرس وكذا وقلقوا البنت ديالام مدبوحة ومن يحفظ الدار ماذا يدعون هذا الجريمة؟ ماذا يرتكب هذا الفعل هذا؟ واحد السيد قريب لهذه الناس هذا بزاف يعني كما نقول من الأقربة ديالام تخيلوا ماذا سيكون فتبعوا معنا هذه القصة المشويقة هذه وعطينا على جيم صلوا فينا بجيمة تخسر والد تكايل على جيم ولا جادوغ ولا ضحيك ولا أي شيء ونكمله في القصة ديالنا والذي يعرف شيء عن هذه القصة هذي يكسبها في الكمانتر ونبدأ على بركة الله واحد النهار واحد في واحد الأوروبية مدينة اسفي واحد الناس كانوا معروضين الى واحد العرس ومشوا في الليل مع مور المغرب ونقوم بعمل الأب والاب والذي يعني الزوجة دياله 100 ذلك السيد عنده الزوجة دياله 100 وعنده بنت وولد ودام أهل الولد وخلل بنت عندها 24 عام ونقوم بها في الدار ونقوم بعمل العرس قصره وكذا ومن ثالث العرس مع ذلك الوحدة دية الليل ولا الثلاثة ولا الفجر قم بإمكانهم الدار يلاح فتحوا الباب ووكي يلقوها تمام اليوحة فتحوا Youtube يلقى بنت مليحة فتحوا الدار ومدبوحة ودم دياله تمام اليوحة وكان الناس يتجاروا في ذلك الليل اعطوا الجوندار من الجوندار داروا ذلك التحريات لهم ما هي كسميتها شكوا لديهم اعداوة مع شيء واحد شكوا يتشكوا فيه وكانت تباقي 4 ايام من اللايد الكبير وكانت شكوا وكانت شكوا في شيء واحد قالوا شوفوا شفروا شيء من الدار وشفروا شيء من الدار ان الأحضر وكانت ذلك غير مسجل وهذا س Förster يستطيع بحاجة عطلات المحة وكانت وجمع eligible في واحد وكنت هي الحوالة ما في الحل Max ولكن Excellent لديك gosp Hugo فهم ذلك создاءت بالثجرات وهذا سريعت يعني يجرون نظر من هنا دروحة الفرضية ان هذا اللي يجا وقتل البنت راهو اللي شفر يعني هذا بدافع الصريقة راي يجا يشفره لكي يحتاجنا ندفعه البنت المختبر تشريح باش نشوفه واش تعرضت الاقتصاب واش هذا اللي يجا يجل الضار واش يجاب غرض الاقتصاب عضو شفر ولا جاب غرض تشفر نصفته هالمختبر تشريح باش يشوفها الطبيب الشرعي لقاها بانها ما مختصبات يعني ما قيسها تشي واحد غيم دبوحه وصافي يعني هذا السيد هذا المتوقع بدافع الاقتصاب بدافع الصريقة لها كتشكوا ما اطلبوا في شي واحد بقى يجعلوا البحث لهم وكذا وكذا انها كان يسعهم في عيد ذي ريناها وهو من عيده يدوز كاد يدوز هاد العيد . الزوجة هم قائلة همั้ة ساسعين والبنت هماما هم الأوان في ربعة يام كاد يدوز هاد العيد قال اسوه هيد العيد في ذلك الاشيئة زيادة في ذلك الاشيئة الاشيئة قام بغامتات في ذلك الاشيئة في ذلك الاشيئة صاحبه و قالوا ما يفكّروا و ما وقامّوهم انه يوم العرس من نجرا المجارعين في العرس um لا ، اتقعت لقد فروا أن سيد ميتو كريم و صاحب الملك صاحب الملك تعكّدوا و ر desperتاحهم بلا كان طور الصحاب قالوا ودي راح قالوا نهار كان ماشيا نهار كان ماشيا لمرة كش عنده حدثت اخطوف مرة كش عنده في مراجده يجب وزع ندعو على اليوم وينجد ثلاثيام وقال له قالوا وليس ماشيا ووصلوا إلى هذه الخبار للجوندار قالوا بدي خيني راح الوحيد لمجلس العرس لأن في الأرس يكون معروفة يكون في بعض الأرس ليس معلم بها مخلطة فيها في أرسوات عربية فيها غير كمية للناس يعني بشيء ساعة شيء بسيط تتعرف بشكل مجلس العرس ستدعو جوندار من ذلك السيد جابوه اللي عندهم قالوا ودي فين كنت نهار العرس فين كنت نتايرا قالوا نما كنتش في العرس نتايرا فلان قالوا موهب الصع مكوشت المعني كنت في مراكش عنده واحد اختي قالوا وخاطين النمرا ديال اختيك نعيطه على اختيهم قالوا فوقش جا عندك اخو قالوا هذي شهرين اللي جا عندي اه هو لقوا هكاكته قالوا ودي نقولك مصطرحة انا مشيت لمراكش انا مشيت عنده واحد صاحبي الجديدة ومشي ناكن السكر وكده منه ونزهه وكده ونفوت واحد الليلة زاهية وكده ومو بغيت نكتب على الوريدة نقول له ودينا انا مشيت لالجديدة مشيت لمراكش تم ما عرفوا بلاي كدب يعني يبقى قاكي يتلوه عيطوا لصاحبوته وصاحبه كل مرة مجاش عنديقه هذي را عام واشته مو يما لقوا هكا يدخلوا يخرج في الحضراء من اللي لقوا هكا يكتبوا كده يدخلوا يخرج في الحضراء فقروا يقلبوا الدار دياله يدخلوا الدار ويعزو الأمر ليبقوا هكذا المو eight minute وأهي الوفادتس يدخلوا الدار اسم ثانت وبهو الموثيهم يدخلوا الدار ووسادة وما ي thànhamentos ضغط viruses فتحوه و بالغانا له الطاقة والاعتمار فيه الفرماسيان فيها وكثdal بينها 8 مليون لا يمالنا أيضا بردار كان الهاجة لأنه لا أعطاه كل شيء قالوا إنها عددت نضيفة تطاقت السلام عليكم أرتكبت هذه الجريمة من الأول إلى ثلاثة قالوا أدى أنني سأتي وقتها وكذلك في تقالسة أنا دريخها وقالوا لأنiona يبعوا الخرفان وخراف المشاهدة في هذا العيد وقالوا إعطائنا كيفية لو أن نشركون العيد ولم يرى أن يتركوا في كسبة العيد وذلك الولد مهمة في هذا الالت حين أدرك온ها قالوا هذا السيد المشاهدة وذلك أرى أنه حيث عن وجوده يعني كما نقوله الفلوس بزاف فصاف يتم قرر بشي يغتانم الفرصة بشي فرصة ذكي يابني كان عارف بأن العرس كاين وغادي يمشي ولو العرس كانوا معروضين لك الناس للعرس فقرر ذلك الليلة يرتاكب ذلك الجريمة وكي كان مخطط قبل بشي يقولون مراني مسافر وراني كده يعني بشي يدرق هذا الجريمة هذي بشي يقولون مراني ما عنديش ديراية في هذا الشي صافي بقى مترصد دار ديال مقحاضيهم وتخرجهم في الليلة ويقصروا في هذا العرس حفوان ويقصروا في هذا العرس ويأتي ضق في الدار جاوبته هذه البنت قال لأخوة هذا السيد كاين هذا صاحبه هذا ولد من الدار لا أعرف اسمه محمد قال لأخوة محمد كاين قال لأخوة الوارد ديالي قال لأخوة الأمانة يأتي ويقول لأخوة فلان ويأتي مش 30 منتصة فهو خلso ويأتي دار داعة مليون ويفوت عليها ثباحها وخلها تماطيها اددت 8 مليون ومشى في حالاته ومالي كان في الدار ساقر سقر واحد ثلثيين في الدار لماذا سقر ذلك الثلثيين؟ باش يقولوا راح مسافر مكان شبان كنت شوف لان ما كنت نشوف وعلاش راح مسافر للمراكش مقاش يخرج من الدار وقالوا راح يا عيدتال الصاحبين واني قلت له ودي والبركة فراسك صاحبي واني بعيدة واني نجي ان شاء الله ونعزيك وكذا منه والبركة فراسك وكذا وشوف يعني غضر الصحاب هو صاحب الروح بالروح ويضناش طووية ويضحكوا وكذا وفي التالي لعبله بالخبز اعطاه الرش فتحياتي لكم هذه القصة انه بنا نمرض البنم القشغة حال فم وغماشي وهذا غماشي يعني البنت له يقول او اسرار دار يكشفهم كذا منه دائما خلي واحد كما نقول واحد الحاجز وخي يكون صاحب الروح بالروح خلي واحد الفاصيل بينك وينه فهذه القصة انه انتهت وننسوش تدخل الصفحة الاخذية اللي هي مغربي في اوروبا تحياتي لكم تشوفوا في قصة جديدة ان شاء الله فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع مننا الكين منع مننا الكين فارسل معنا اخانا نكتا وانا لو لحافرون